ذكرت مصادر صحفية أن المبعوث الأممي إلى اليمن انتقى خلال زيارته الأولى منذ تعيينه بمسؤولين حوثيين في صنعاء من أجل بحث سبل المضي قدما في تعزيز الهدنة وأشرت ذات المصادر إلى أن المبعوث الأممي عقد عدة ريقاءات تم خلالها مناقشة آخر مسجدات السياسية ومنها ما يتعلق بالهدنة المعلن عنها لإيقاف الحرب في الداخل اليمني وعلى الحدود السعودية اليمنية وأقذ النظر في ملف الأسرى وأشدد المبعوث الأممي على الجدية في إظهار نوايا السلام من قبل جماعة الحوثي ولا بد أن تترجم إلى خطوات عملية وملموسة وأضافت المصادر بأن القيادات الحوثية اشترطت خلال لقائها المبعوث الأممي عدم عرقلة دخول سفر المشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء دون أي عراقي لوجستية أو بيروقراطية أمام حركة الرحلات التجارية والمدنية وأقذ تنقل المواطنين فيما كان المبعوث الأممي قد دعا جميع الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس والالتزام بالهدنة خصوصا بعد تسجيل العديد من الخروقات الحوثية في عدد من الجبهات